لم يفاجأ الفلسطينيون بتسريبات نقلت عن نتنياهو بشأن توجهه السياسي لإفشال تطلع الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة فقد اعتبروه إقرارا سياسيا رسميا وتفسيرا واضحا للتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية فهم يرون أنه منذ أن صار رئيسا للوزراء أول مرة عام 1996 1996 ظل يناور ويحاور من أجل إدارة الصراع إلى غير على حد وصفهم لكن اللافتة هو عزمه على الحفاظ على السلطة الفلسطينية ككيان خدماتي ينصق مع إسرائيل أمنيا وهذا يتنافى مع فكرة إنشائها ككيان انتقالي بموجب اتفاق أوسلو بانتظار قيام الدولة المستقلة نحن نقول اليوم ردا على هذه التصريحات وعلى ما يقوم به الاحتلال وعصابات مستوطنية بأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات سيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير مصير وأقام الدولة الفلسطينية مستقلة كامل السيادة وعصمات الخص تأكيدا لقراط شرعي الدولي والقوان الدولي ولن يأل جهدا في سبيل استمرار مقاومته وكفاح من أجل حرية واستقلاله يقول مراقبون إن نشر الجيش الإسرائيلي كتائب إضافية في الضفة الغربية ليبلغ عددها الإجمالي هناك 27 ينذر بنية التصعيد لكنه لن يصل إلى مستوى تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق العملية العسكرية ليست أولوية لدى إسرائيل أولوية إسرائيل أكبر من هذا الموضوع سواء في ملف الإيراني أو الجبهة الشمالية أو حتى الوضع الداخلي وحتى العامة المتحدة والتطبيع هناك ملفات أهم لكن استمرار وضع على ما هو عليه ربما مثل كورة الثلج يتدحرج ليفرض على الجميع حالة تصبح فيها المواجهة مفتوحة خلال أقل من أسبوع نفذ المستوطنون 85 اعتداء على الفلسطينيين أحرقوا خلالها مئات المنازل والمركبات وأقاموا ما لا يقل عن سبع بؤر استيطانية وكل هذا بغطاء وزيرين في حكومة نتنياهو حسب صحيفة إدعو تحرنوت منع إقامة دولة فلسطينية وتعزيز القوات الإسرائيلية والاستيطان في الضفة الغربية يرى فيها الفلسطينيون تبادلا للأدوار يصب في هدف واحد أن لا سلطة على الأرض ولا سيطرة ولا كيانة إلا للاحتلال في رسلت في سكاينيوز عربية رام الله